تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 116 مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط قرابة 63 طن كما تم ضبط أكثر من 49 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية من بينها 130 قضية خبز ناقص الوزن و150 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير تم ضبط 24 قضية بمضبطات بلغت قرابة 221 طن اشتركوا في القناة